مواقع البراكين Volcano Locations انظر يا سالم ما هذا؟ إنه بركان تحت الماء سبحان الله دعنا نشاهد ثوران هذا البركان أخبرني يا سالم أين تتشكل البراكين؟ تتشكل معظم البراكين على حدود الصفائح المتباعدة والصفائح المتقاربة وكيف تتكون البراكين على حدود الصفائح المتباعدة؟ مع تباعد الصفائح تتكون حفر الانهدام وهي شقوق طويلة منخفضة تتشكل بين الصفائح الأرضية المبتعدة عن بعضها في أماكن الحدود المتباعدة وتسمح هذه الحفر بخروج الصهارة من الستار حيث تبرد اللابة مكونة صخورا بازلتية هي الأكثر وفرة في القشرة المحيطية وهل هناك أمثلة على حفر الانهدام هذا؟ من أمثلة حفر الانهدام حفرة الانهدام العظيم بشرق أفريقيا وما هي البراكين المتكونة بهذه الطريقة؟ من البراكين المتكونة بهذه الطريقة البراكين الدرعية وكيف تتكون البراكين عند حدود الصفائح المتقاربة؟ مع غوص صفيحة محيطية أسفل صفيحة أخرى ينصهر جزء الصفيحة الغاطسة والصخور التي تعلوها متحولة إلى صهارة تصعد للأعلى مكونة براكين على السطح مثل براكين الحزام الناري للمحيط الهادي حيث تغوص صفيحة الهادي وهي الأثقل أسفل الصفائح المجاورة لها وهي الأخف ويتضمن هذا الحزام معظم براكين الأرض ومن أمثلة البراكين المتكونة بهذه الطريقة البراكين المركبة وهل هناك أماكن أخرى تحدث بها البراكين؟ نعم يا خالد فهناك ما يسمى بالبقعة الساخنة وما هي البقعة الساخنة؟ تنتج البقعة الساخنة عن الصخور الساخنة المنصهرة المندفعة من أعماق الأرض وقد تؤدي إلى قذف الصهارة عبر الستار والقشرة الأرضية كما يمكن أن تشكل براكين أي إن البقعة الساخنة تمثل منطقة براكين على سطح الأرض فهي امتداد لكتلة الصهارة في باطن الأرض يكون فيها ارتفاع درجة الحرارة غير عادي مما يجبر كتلة كبيرة من الصهارات على الصعود وتكون في وسط الصفيحة الأرضية وليس على حوافها ومن أمثلتها جزر هواي بالمحيط الهادي شكرا لك يا سالم لقد وضحت لي الأمر بالتفصيل على الرحب والساعة يا صديقي ما رأيك لو نشاهد برنامجا آخر لنستفيد معلومات جديدة؟ موافق ولكن دعنا أولا نلخص ما تعلمناه اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي تتشكل البراكين عند حدود الصفائح المتباعدة وحدود الصفائح المتقاربة وأماكن البقع الساخنة حفرة الانهدام شق طويل منخفض يتشكل بين الصفائح الأرضية المبتعدة عن بعضها في أماكن الحدود المتباعدة تكون البراكين عند حدود الصفائح المتقاربة مع غوص صفيحة محيطية أسفل صفيحة أخرى ينصهر جزء الصفيحة الغاطسة والصخور التي تعلوها متحولة إلى صهارة تصعد للأعلى مكونة براكينة على السطح البقع الساخنة تنتج عن الصخور الساخنة المنصهرة المندفعة من أعماق الأرض وقد تؤدي إلى قذف الصهارة عبر الستار والقشرة الأرضية كما يمكن أن تشكل براكين